لم تبقي الحرب في اليمن على أي ملمح من ملامح الحياة إلا ودمرته ليكون الموت هو الطريقة السالكة أمام المواطنين بعد أن قضت الميليشيا على فرص الحياة وسبلها وجعلت من البلد ساحة للقتل والفقر والمرض الإحصاءات الخاصة بالمنظمات الدولية تتحدث عن وضع كارثي لحق باليمن فبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح منذ أكثر من 18 شهرا أدت إلى تدمير الخدمات الصحية في البلد حيث تعرض أكثر من 1900 مرفق صحي إلى توقف الكل عن تقديم الخدمات وهو من عكس بشكل مباشر على السكان الآلاف أضحوا محرومين من الحصول على الخدمات الطبية الأساسية ليصبحوا عرضة للموت من أي طارئ قد يداهم حياتهم منظمة أطباء بلا حدود قالت إن فرقها تمكنت من معالجة أكثر من 45 ألف جريح منذ بداية الحرب وحتى سبتمبر الجاري من يوم إلى آخر تتضاعف أعداد القتلى والجرحى بعد أن عمت الحرب مدن البلاد وأريافها وهو ما رفع من أعداد المرشحين للموت ممن هم معزولين عن الخدمات الطبية في المناطق الخاضعة للحصار من قبل الميليشيا